هنرجع لأزمة البصل اللي حصلت مع نهاية عشرين تلاتة وعشرين وقدي شهد ارتفاع كبير جدا في أسعار طبعا بخلاف اللي حصل الأيام دي احنا بنتكلم حاليا فيه استقرار وفيه انخفاض في سعر البصل لكن بنتكلم على اللي حصل في الفترة اللي فاتت عشان ما نقررش الأزمة مرتين حضرتك بترجع الأزمة هل فعلا لأن وقتها كان بيتم تصدير البصل وإحنا لم يكن عندنا اكتفاء في السوق المحلي كان إيه اللي حاصل في هذه الأزمة خلي بالحضرتك البصل هو الزراعة الوحيدة اللي ممكن يكون فيها صاحب القرار الاقتصادي يعني مثلا وزير الزراعة مثلا هو عارف في نهاية السنة الزراعية بالنسبة ليه محصول البصل عنده كان فدان وبيبقى حصره بشكل دقيق جدا ولكن هو ما بيعرفش الزراع دي فين ليه بقى يا فندم لأن المزارع النهاردة أولا دي مش من الزراعات اللي الدولة بتشتريها يعني الدولة مش هتقولك ان تسعير البصل بكذا فلو المزارع عايز يبيعه يتفضل ييجي المخازن اللي هي الخاصة بيه وزارة الزراع فبالتالي هو مش عارف اللي دخل مخازنه كين دي أول حاجة الحاجة التانية انه المزارع النهاردة بيبقى صرف مبالغ طائلة على أرضه الزراعية كويس؟ فالمحصول ده يعمل في ايه؟ هو ما درش يخزنه لأنه محتاج فلوس ليه الزراعة الزراعة الآتية فبيعمل ايه؟ فبيبيع المحصول بتاعه أو جزء منه أو يخلي عنده احتياجات ليه بيته وأسرته وأهله ويبيع الفائد عن ذلك إلى التجار التجار بياخده محصول البصل وبيتم تخزينه وعلى فكرة ده المحصول الوحيد الذي لا يحتاج إلى وسائل التخزين يعني هو ممكن يحط في أي مكان ويغطيه بشكل متوازن وده وفكاً ليه تصرحات وزارة الزراعة أيضاً في مسائل التخزين وإنه هو ما بيحتاجش إنه هو يحط في تلاجاته ولا الكلام ده خاص في ظروف معينة يعني ما فيش تكلفة يعني أولاً عنصر التكلفة غير موجود في مسألة تخزين للبصل وبالتالي النهاردة صاحب القرار الاقتصادي في مصر من جانب وزارة الزراعة لا يعلم حجم المحصول المخزن ولا هو فيه فبالتالي هنا تحدث الأزمة لأن النهاردة لما بيحصل تخزين فبيحصل إيه يا فندم؟ المعروض فيه السوق بيقل والطلب بإيه؟ بيزيد فبالتالي بتحدث الأزمة في هذه الحالة لكن أنا لو أنا هنصح وزارة الزراعة إنها هتبدأ تعمل حصر ليه كل المخازن الخاصة به بهذا المحصول في نهاية السنة الزراعية وتعرف إن أحد التجار عنده كذا طن وهذا التجار عنده كذا طن وتبدأ النهاردة تعمل ما يسمى به التوازن الزراعي في المحاصيل الزراعية لكن يا دكتور هي مش الدولة بتكون عارفة إحنا السنة دي إنتاجنا كذا من البصل يعني حجم اللي هنزرعه كذا فبالتالي ده هيكفيني في السوق المحلي قد إيه؟ وهل هيكون فيه فائد للتصدير ولا لا؟ يعني كل موسم مش بنبقى عارفين إنتاجنا هيكون قد إيه؟ عارف عدد الأفدينة اللي هتنزرع محاصيل البصل قد إيه والفدان ده هيجيب قد إيه والفدان ده جاب قد إيه بس الحلقة المفقودة في هذا الأمر فين بقى؟ محصول راح فين؟ مهور راح للتجار الكبار اللي هم بيخزنوا في أماكن متفرعة لكن الدولة ليس لها رقابة على هذا الأمر فبالتالي هو لما بتحدث الأزمة يقولك هو البصل فين؟ وده اللي حصل فعلا في نهاية 23 وحصل قبل كده إن كنت النهاردة ما عندكش تركيز على أين هو محصول البصل وعلى فكر ليس هو الأمر خاص بعينه للبصلة ممكن مزرعات تانية الدولة خلينا نروح ليه محصول القامح يعني عشان أوضح إحنا بنستورده لا وإحنا حتى الزراعة اللي عندنا الدولة بتشتري القامح فبتبقى عرفعة تحت إدها إيه بالظبط وما بيحصلش أزمة بالشكل الكبير ترجمة نانسي قنع